ذكرت لنا أنموذج أنا عندي عشرات نماذج من نساء يبكين بدل الدموع دمًا من نساء تتفطر قلوبهن على الحالة اللي هي فيها الآن و هي كانت تعيش ملكة في بيته تعيش في راحة و في نعمة و في خير لكن تسلط عليها شياطين الإنس و الجن و قالوا خذوا حريتك انطلقي في هذا الفضاء ليش أنت تعيشين تحت رجل لماذا هو السيد و أنت العبدة سبحان الله العظيم و من قال بأن المرأة عبدة في بيتها هي السيدة في البيت هي التي أعطاها الله عز وجل و منحها كثير من الأشياء التي قد لا تكون للرجل لكن قضية أنها يعني والله حتى تخرجين من دون رقيب و حتى تدخلين من دون رقيب انطلقي هذا تهتك هذا فوضى ما يرضى حتى يعني أبسط الناس ما يرضى بمثل هذه الفوضى كيف الآن إنسان يريد أن يعيش حالا من الفوضى هذا بيت هذه مملكة صغيرة لها قائد اللي هو الزوج و المرأة عمود البيت قضية والله أخذي حريتك عشان ما يقولك وين رحتي وين جيتي هذه دعاوة شيطانية و لذلك نداء لكل بنت بنت من بناتنا و أخت من أخواتنا اتقوا الله ليست هذه الأصوات التي تأتي من هنا و من هنا يعني في صالح البيوت إنما هي تريد هدم البيوت و تدمير الأسر و هذا يعود على المجتمع بالضرر الكبير لأن الأسرة هي النواة هي اللبنة فإذا انهدمت الأسر انهدم المجتمع في النهاية و بعدين حتى نفترض شيء يعني غير هذا أين الله أين الله الذي أمرك بطاعة الزوج أين النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرك بطاعة الزوج أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع